السلام عليكم ورحمة الله في منافسات كأس آسيا للشباب 2023 تختتم مباريات دور ربع النهائي اليوم غدنا لحد الثاني عشر من مارس بمباراة المنتخب الياباني والمنتخب الأردني وتقام المباراة على الساعة الخامسة مساها بتوقيت العراق والسعودية والساعة الرابعة بتوقيت مصر والأردن الساعة السادسة مساها بتوقيت الإمارات وعمان والقنوات الناقلة لهذه المباراة هي العربية سبورت وأبو ضبي سبورتس آسيا ودبي سبورتس آسيا HD والكأس 9 HD وبين سبورتس أفريقيا إذن نتمنى التوفيق لمنتخب الأردني من أجل الفوز بهذه المباراة واقتناص بطاقة التأهول لكأس العالم للشباب التي ستقام في أندونيسيا ترجمة نانسي قنقر